البطاطس انا طلعتها من الفرن زي ما شفناها مع بعض شايفين لونها الجميل دي اتناكل منها بقلب جامد وخاصة للناس اللي بتعمل ريجيم الناس اللي بتعمل ريجيم انصحهم يقلوا من البطاطس دي بقلب جامد بس انا هعمل حاجة حلوة دلوقت هتعجبكم بعد ما فتح البطاطس كلها كده عندي لبنة عندنا اشطى في البيت اشطى او لبنة بجيبها ويبضف لها فص توم ناعم شوية بقدون الصغيرين او في كلمة صوت طبعا انا مش هنجيب الحاجات لان طبعا مشاهدين الكرام بيقولوا يا شيف مش عايزين نجيب حاجات اسماء غريبة ما نعرفهاش او حاجات تمنها غالي من الصبر ماركت فانا طبعا الاشطى موجودة عندنا والكريمة واللبنة الصبع اللازم اعملها بالشكل الجميل زي ما احنا شايفين مع بعض بخلي دي كده على جنب طيب بجيب سكينة صغيرة وبفتح كده البطاطاية بالشكل ده معنا اتصال معنا الاخت مارين من الجيزة او سلام عليكم سلام عليكم زي كثير يا اهلا وسهلا اه انا عايز اجيبه على السؤال اتفضلت اه هنحط البطاطس في مياه عادية هنحط البطاطس في مياه عادية اه عشان تقعد معنا كتير نعم عشان تقعد معنا كتير اه طيب حلقتنا النهار ده ايه اختي هنعمل رز بالشعرية اه وشربة الجذر شربة البطاطس بالجذر والكريمة اه شربة الدعبة مش عفاية طيب وهنعمل اه رز بالشعرية وبطاطس باللحمة والدمعة نيش وبطاطس ما شوية صلطة هتعجبك قوي دي لو عملتها بنفس الطريقة سهلة جدا تمكن تساعد ماما وتعمليها نيش هتجيب البطاطات اللي فيها في ورقة فويل في شوية مالحة وشوية فلفل وتحصها في الفرد وبعد ما تطلعش بشكلها جميل ازاي هنعملها مع بعض دلوقت اشكرك على الاتصال انا عندي هنا اه جبت اه لبنة او قشطة لبنة او قشطة او تمية تمية عارفنا ان هي مايونيز ويتوم حاجة من اللي انتوا بتحبوها يعني افضل اللبنة عشاني طعمها حامض شوية وفيه طبعا اللبنة الرجيم احنا بنقول دي ناكلها كده زباهية لللي عايز يعمل ضايت طبعا ازل الاطفال دا ياكلوها عشان البطاطس فويتة او احنا عارفين هنعملها بطريقة حلوة دلوقتي اجيب شوية دا دونس نعمين بقلبه منها كده وفاصتهم اهوت دا علبنا وبيعلبه كويس وبعد كده معنا بتصال هنأخرو عمر من المنوفية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايو إن شاء الله طيب حليتنا النهار بحش رز بالشعرية وبطاطس واضح انك بتحب الرز بالشعرية فتابع معاي ايه فتربة زي على이었 Nasıl كل حاجة على النار هوت حاجة اللي خدت وقت كتير حطيتها على النار في ناحة يا شيف كانت والدتي جاوبت سؤال من حلقة وما خدتش جايزة يا سيدي يا ريت تتصدل مشكورا تتصل حضرتك وتسيب العنوان والتليفون أو تبعثوا برسالة على القناة الرحمة الفضائية وإحنا هنبعث لك إن شاء الله الكتاب أو السيدهاية اللي تختاروا عليها الأكلات اللي بتحبوها وأشكرك على الاتصال أنا عندي العمع ده طبعا موجود عندنا طب يا شيف أحمد أنا ما عنديش أمعي في البيت أعمل إيه آه بجيب ورقة بيضة ورقة بيضة ورقة بتاعة كراسة بيضة يلا شوفو أنا أسهل منها ما فيش عندنا كراسات في البيضة كده عندنا أولاد ربنا خلو منها باخد ورقة الكراسة دي بعملها أرتاس وماجي من عند الأرتاس بقطعه كده شوية أعمل لبوز تفاقنا وبحط البال كريمة فيه طب ما فيش عايز أخد معلقة صغيرة وحط ولكن طبعا إحنا قلنا العين بتاكل فلازم نخلي الشكل جميل أنا فتحت البطاطا زي ما شفتوا مع بعض كده وباجي في قلبها كده يا جماله شاكد الجمال ده اللبنة نخلص من دي وفي حيش الموضوع كده أنا عملت كل في قلبها البطاطس عايز أزود ماشي كمية طبعا البعدون السواء اللي بسدوا شوية كده أنا عملت الكمية كلها بخليها على جنب كده وباجيب البعدونس شوية البعدونس على الوش شايفين الجمال ده أو نعناه أقدر زي ما إحنا عايزين وباجي على الجرجير أو إن أنا طلّحها من الورقة الفويل كده معخلاها بالشكل الجميل ده ليس سلط البطاطا زي ما شفناها مع بعض أو إن أنا أقدمها من غير جرجير في ورقة الفويل في الطبع بتاعنا أو إن أنا هقدمه على سلط الجرجير بشيرها من الورقة betcs الْفويل كده معخلاها بالشكل الجميل ده الله بقى شوفنا بسارة البطاطس المشوية الجميلة عندنا الجرجير وعارفين فوائد الجرجير بخليها على جنب كده الجرنشة بتاعتي طمطنية حلوة كده بجيبها بقى اضطحها اقمع بالشكل الجميل ده كده شايفين هذا البطاطس موجودة عندنا والطماطن موجودة عندنا وعملت طبق جديد اللي عالصفرة هيسألوا يقولوا ايه ده يقولهم سلطة البطاطس بشوية ده من البطاطس اللي احنا عملناها خلاها على جنب كده عشان يفتكر حلقتنا ايه اللي بقدونس خلاص يشوف الياخنة بتاعتنا وصلت لفين اللي على الرياح الجميلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة